ما تابعنا معاكم مشاهدين البرومو لفيلم ثوب العرس اللي رح يعرض نهاية الأسبوع ياسمي على شاشة القناة السعودية تفاصيل هذا الفيلم ومين أخرج الفيلم هذا وكيف تمت عملية الإنتاج للفيلم هذا رح نتكلم عن تفاصيلها مع المخرج الرائع محمد سلمان اللي رح يكون معنا ضيف في صباح السعودية يسعد صباحك يسعد صباحكم يا هلا وصباح الخير عليكم يسعد صباحك سيد محمد أهلا وسلم يسعد صباحك كيف حالك الحمد لله نبارك لك بداية على حصولك على جازة أفضل مخرج عن فيلم ثوب العرس الله يبارك فيك إن شاء الله طيب كيف شفت المنافسة في هذا المسابقة ما أسمع من كل سؤال أقول كيف شفت المنافسة في هذا المسابقة الصراحة المنافسة صعبة جدا يعني الأفلام السعودية الآن قاعدت تجه بخط أكبر وإبداع أكثر فأكيد كل الشباب مبدعين فأكيد المنافسة وسطهم صعبة جدا جميل محمد كيف كانت عملية الانتاج بداية الفكرة من البداية أنت الآن تشوفك تعرض على الشاشة نعم الفكرة هي السيناريو زينب الناصر كاتبة السيناريو طبعا السيناريو فاز في مهرجان أفلام السعودية وبعد فترة من المعالجة النص تم ترشيح لدعم النص من قبل إثراء مركز الملك عبد العزيز الثقافي جميل أستاذ محمد وش رسالتكم في صناعة فيلم ثوب العرس اش كان الهدف من الفيلم طبعا كالسينما ما نقول هدف بقدر ما هو أبراز ثقافتنا وهويتنا وتصديرها إلى العالم تكون عندنا صورة من السعودية من تفاصيل حياتنا هويتنا ثقافتنا تصدر للعالم بطريقة مختلفة عبر السينما طيب بالنسبة للممثلين اللي شاركوا من كان أبرازهم طبعا كان معانا النجم الدرامي عبد المحسن النمر وأحيي من صباح السعودية على تواضع وقبول أن يشتغل معاي بدور رغم أن الدور البسيط لأن حبه للسينما ودعمه طيب محمد شدك كصانع أفلام وكمخرج وتابعت الأسابيع اللي راحت عرضت أفلام شاب السعوديين على القناة السعودية شاب ولها كان لها أثر جميل وكان في تفاعل كبير على السوشيال ميديا على الأفلام هذه يعرض فيلمك السبوع الجاي على القناة السعودية كيف شعورك وكيف تشوف مثل هذه الخطوة من القناة السعوديين أنت يعرض مثل أفلام هذا الشباب أكيد هذا أفعد حدث ممكن يحصل لعرض فيلمي أفلامنا كانت دائما تذهب بره مغربة يشاهدها الآخر لكن ما يشاهدها ابناء الوطن وهذا شيء جميل لأنه أشتغل فيلم ويعرض على قناة السعودية وكل السعوديين راح يشوفون الفيلم طيب إذا نتكلم عن صناعة الأفلام عندنا وعند الشباب السعودي خصوصا بعد افتتاح دور السينما هل يعطيكم دافع قوي لإنتاج الأفلام القصيرة أكيد ليس فقط القصيرة حتى الطويلة وجود دور السينما هو خطوة لتعزيز حركة الإنتاج وأكيد سيزيد الإنتاج ويزيد الإقبال على الدخول إلى عالم الأفلام حتى الطويلة ليس فقط القصيرة جميل طيب محمد مشاركتك في الأفلام القصيرة فيلم ثوب العرس شارك فيه أكثر من مهرجان ومن فعالية كيف كانت مثل احتكاك بصناعة الأفلام أضاف لكم ممكن في المستقبل يكون في تعاون مثلا مع مخرجين في الرياض أو مثلا مخرجين من تبوك كان فيه زي الاجتماع مع الفنائي في نفس المجال حقك نعم عرض الفيلم هو تواصل إن شاء حلقة تواصل مع الآخر سواء كان من السعودية أو من خارج السعودية حتى تكشف من أنت ويشوفك الآخر فتبدأ تصنع هذه العلاقة أنا ممكن أشوف ممثلة في فيلم آخر ممكن أحد يشوف مصور عندي فيحدث أن تصنع حلقة التواصل شميل أستاذ محمد سلمان المخرج المبدع نشكر لك اتصالك ومشاركتك معنا في صباح السعودية اتصالك ومشاركتك معنا في صباح السعودية